أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم وفيها صواريخ في أرياف حلبة واللاذقية وأدلب والأوروبيون يعلنون عن مؤتمر جديد بشأن سوريا وأخيرا أوكرانيا تتسلم الأسلحة التي تريدها تقصف أرياف إدلبة واللاذقية وحلب الدخان يتصاعد من هنا وهناك في مارع يقتل جندي تركي بضربة صاروخية على عربته وفي إدلب واللاذقية تضرب روسيا ونظام الأسد بالطائرات المنطقة لا هدوء في المنطقة هذا يكسر الصمت بالصاروخ فقط يختلف مطلقه لكن نتيجته واحدة هي الموت الموت هذا والتصعيد الذي نراه اليوم يتزامن مع حديث تركيا عن ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الآمنة وكلمة آمنة هذه تتناقض مع واقع السوريين على الأرض الذين يحصون صواريخ الموت والقتل كل يوم فما وراء التصعيد في المنطقة وأي رسائل وراءه في محورنا الثاني يعلن الاتحاد الأوروبي عقد دورة السادسة من مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة يومي التاسع والعاشر من أيار المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسيل دول كثيرة ومنظمات ستشارك في المؤتمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي إنه فرصة ثمينة للوقوف مع الشعب السوري ومد يد العون له لكن في شقه السياسي ثمت رسائل أيضا وهي التأكيد على أن أوروبا لن تعيد علاقاتها مع سوريا ما دام الأسد يتسيد تلك البلاد في محورنا الأخير مشاهدين يعلن الرئيس الأوكراني أخيرا أن حلفاء بلاده بدأوا إرسال أسلحة كانت تطلبها كييف لمواجهة الغزو الروسي صواريخ متطورة مضادة للطائرات والدربابات وصلت إلى القوات الأوكرانية تقول الدفاع الأوكراني أن هذه الصواريخ هذه ستجعلنا نقاوم أكثر فيما تقول كندا أن المساعدات العسكرية للأوكران لن تتوقف فما قدرة تلك الصواريخ على قلب المشهد الميداني ترجمة نانسي قنقر تتعرض مناطق الشمال السوري لقصف من قوات سوريا الديمقراطية وروسيا حيث قتل جندي تركي وأصيب آخرون بقصف استهدف مدرعة عسكرية تركية في مدينة مارع شمالية حلب هذا وقصفت المقاتلات الحربية الروسية بالصواريخ محور الإكبينة في ريف اللاذقية الشمالي في حين تتعرض مناطق ريف إدلبا لقصف متقطع بين الحين والآخر القصف في الشمال السوري يأتي بالتزامن مع حدثا تركيا عن أن المنطقة باتت آمنة عودت الطائرات الحربية الروسية استهدافاتها في مناطق جبل الزاوية حيث نتواجد الآن بصواريخ جو جو وبدأت هذه الغارات مساء الأمس بهذه الصواريخ في منطقة البارا ودير سنبول ومن ثم انطلقت هذه الطائرات باتجاه معارض مصرين في وسط شمال غرب سوريا وسط منطقة إدلب وكانت أيضا هناك غارتين لهذه الطائرات بذات الصواريخ التي قلت عنها فصائل المعارضة أنها صواريخ تدريبية في المنطقة أيضا منطقة باريشة على الحدود السورية التركية وفوق أطمى ومدينة عفرين أيضا كان هناك من هذه الصواريخ بالإضافة إلى مدينة الباب أيضا وهذا يعني أن كل المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة تعرضت لهذه الاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الروسية بهذه الصواريخ حاليا اليوم هناك طائرات تستطلع في كنصفرة ومناطق شنان ودير سنبول في مناطق جبل الزاوية بالإضافة إلى بعض الاستهدافات المدفعية على القرى والبلدات الواقع على خطوط التماس يذكر أن هذا التصعيد من قبل الطائرات الحربية الروسية وقوات النظام بالقصف المدفعي جاء بعد الحديث من قبل بعض المسؤولين الأتراك عن مناطق آمنة في إدلب أحمد أمين تلفزيون سوريا جبل الزاوية ريف أدلب أما في ريف اللاذقية فقد استهدفت طائرات روسيا الحربية محوري برزا وكبينة بغارتين مزدوجتين وسط قصف المتقطع تشهده محاور جبلي الأكراد والتركمان فصائل المعارضة قالت بأنها ردت على بعض خروقات النظام المدفعية عبر استهداف تلت أبو علي في جبل التركمان بقذايف الهاون وأيضا كان هناك رد على قرية محشبة التي تتمركز فيها قوات النظام عبر استهدافها بالرشاشات الثقيلة وعلى الجانب الآخر يتخوف الأهالي من عودة التصعيد إلى هذه المنطقة لا سيما وأن الغارات الجوية وأصوات القصف المدفعي تسمع بقوة في أجواء المنطقة ونرحاج تلفزيون سوريا ريف اللاذقية حول هذا الموضوع معنا في الستوديو المحلل العسكري العميد أحمد رحال كما ينضم إلينا من أسطنبول عبر خدمة سكايب الكاتب الصحفي محمد شيخ يوسف مساء الخير لكم دعنا نبدأ عميد أحمد بمجرة مؤخرة من تصعيد سواء مما شهدته أمس مدينة مارة استهداف مدرعة تركية قتل على أثرها جندي تركي والقصف الذي شهدناه اليوم في ريف اللاذقية ورياف حلب وإدلا مساء الخير تحية إلى كل الضيف ومساء الخير لكل المشاهدين ورمضان كريم علي الجميع إن شاء الله يعني أولا خلينا ننتبه أنه اللعب يصير حاليا لا يغير بخرائط النفوذ بمعنى أن اليوم الروس والإيرانيين والإمريكان والأتراك والجميع لهم خرائط أصبحت شبه سابتة ولا تتغير وكل ما يحصل هو عملية تحصيل لمناطق النفوذ هذه النقطة النقطة الثانية معظم هذه العمليات الانتهاكات هي عاد تأتي في إطار الفعل ورد الفعل وأنا أتحدث اليوم عن الهجمات التي تقوم بها ميليشيات النظام أو إيران أو الطيران الروسي الطيران الروسي حقيقة كان أمر مفاجئ يعني كل عشتيان 15 يوم يستفيق الطيران الروسي على بعض الهجمات بالأمس الهجمات لم تكن هجمات على الأرض بقدر ما كانت نوع من اختبار السلاح عندما تحصل ضربات صواريخ جو جو يعني وتنفجر في الجو دون أن تصل إلى الأرض نهائيا بعض القصف تم دون أي إصابات دون أي شهداء من المنطقة اعتبرت نوع من اختبار السلاح قد يكون جديد يستخدمه الروس في الجغرافيا السورية من أجل استخدامه في حربه الأوكرانية أو أن الروسي يريدين أن يقول من أن انغماسهم في الحرب الأوكرانية لن يضعف وجودهم في سوريا وبالتالي كل فترة يجب استعراض القوة على الأرض السورية هذا من ناحية القصف الروسي أو الانتهاكات اللي يقوم فيها نظام الأسد على المناطق المحررة أما ما يحصل ما بين قصد وبين الجيش التركي أو قصد وبين الجيش الوطني أنا أعتقد اليوم في عنا نوع من عمليات مخفية تتم يعني كل ما صار عندنا تقارب ما بين الأتراك ما بين قصد نشوف أنه في ناس عم تحاول تخرب هذه الشيادة والمتضررين كثر إن كان نظام الأسد أو الإيرانيين أو حتى البكيكي لا أصدح له بأي تقارب ما بين قصد والأتراك كل ما صار تقارب ما بين الكرد كرد نشوف أنه تدمير مكاتب المجلس الوطني الكردي لما دققنا الموضوع قصد نفت وقالت لا علم لها في هذا الموضوع إذا أخذنا الكلام على محمل الجد إذن هناك جهة ثالثة لما لا تكون مثلا البيكيكي من قام بهذا العمل أو أن هناك خلايا للنظام معلوماتنا الأخيرة بتقول أن الإيرانيين جندوا خلايا كثيرة من العشائر ومهمتها تعرض لقصادة تعرض للجيش الأميركي وتعرض لوجود التركي من أجل خلق البلبلة شرق الفرات وبالتالي كل ما يحصل أعيد لأؤكد أن هذه العمليات هي عمليات فردية عمليات مؤقتة بالنهاية هناك مشروع اليوم أنا أعتقد قد يلتقي عليه الأتراك والأميركان لضم كل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ضمن بوتقة بقيادة سياسية واحدة بقيادة عسكرية واحدة والتجوات واحدة وقد تكون بحكومة واحدة والمتضررون هذا الأمر بدء من الجولاني إلى البيكيكي إلى النظام إلى إيران هم كثر إذن للتوضيح فقط بالعودة إلى موضوع قصف النظام وروسيا لا يمكن وضعه خارج الإطار الروتيني خارج إطار الروتيني وقد يكون اختبار من السلاح وقد يكون هناك بعض الرسائل للأتراك فقط وليس كما قال البعض أنها رسائل للجيش الوطني أو رسائل إلى حركة للأتراك أنها ما زالت موجودة في الملف السوري بالتأكيد يعني هذه تحريشها والجيش الوطني أنا ما بعتقد تتوجه له الرسائل لأنه ما عندهم أي عمل إيجابي ممكن أن يؤثر على الروتيني محمد شيخ يوسف رحب بك مجددا كيف تتابع تركيا هذا التصعيد وهل تنظر إليه على أنه مؤشرات لما هو أبعد من القصف الروتيني نساء الخير لك والإستاذ المشاهدين والضيف سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم جميعا طبعا القراءة التركية لهذا التصعيد ممكن قراءته من أكثر من جانب إذا تحدثنا عن موضوع التصعيد الذي جرى في منطقة خفض التصعيد من الواضح أن جانب الروسي منذ توقيع اتفاقيات تهدئة الأخيرة التي جرت لا يزال يمارس موضوع التصعيد بين فترة وأخرى لإعطاء رسال بأن الاتفاقيات في هذه المنطقة ليست اتفاقيات نائية وأن روسيا قادرة على قصف الطائرات أو عن طريق التدريبات وبالتالي تركيا تتفاهم هذا الأمر وكاننا نعرف أن معبد الحرب الأوكرانية الروسية كان هناك خشية تركية من أن تلجأ روسيا في حال تلقيها لخسائر كبيرة في أوكرانيا بأن تلتقم من المناطق المحررة في سوريا وبالتالي هذا التصعيد هو تصعيد روتيني اعتادت عليه روسيا أما فيما يتعلق بالصداف المدرعة التركية نعرف أن قبل أيام بدأت تركيا عمل عسكري كبير في شمال عراق استهدفت فيه البيكيكي وهذا التنظيم أصدر تهديدات شديدة اللهجة وتوعد بأن يكون هناك انتقام في مختلف المناطق وكان من نتيجة ذلك أننا شهدنا في الداخل التركي عمليتان وجهة أصابع الاتهام لخلايا تابعة للكردستاني وبالتالي هذا الاستهداف الذي جرى أيضا للمدرعة التركية يمكن قراءته ضمن هذا الإطار النقطة الأهم الآن في تركيا عندما يتم الاحتدام الحديث عن موضوع التواجد السوري هنا والتجاذبات السياسية التي جرت في هذه المنطقة والتأكيد الحكومي بأن المناطق الآمنة هي مناطق آمنة بالفعل وعندما تروج لها تأتي هذه الاستهدافات سواء من روسيا أو سواء من قسد أو البيكيكي أو هذه العناصر التي يجمعها هدف واحد لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة فإن الانطباع الذي سيتم تقديمه بأن لا مناطق آمنة في هذه المنطقة هو هذا الواقع محمد يعني دون أن يحصل هذا القصف هذا الواقع هذه المناطق ليست آمنة هذا واقع السوريين هل تغير تركيا نظرتها بعد الأحداث الأخيرة يعني تركيا تبذل جميع الجهود سواء من خلال تنظيم الأمور على الأرض أو من خلال نشر الحواجز ومنع الحالات التسلل التي تحصل في المنطقة وأيضا تلتقي مع الأطراف الفاعلة يعني الأطراف الفاعلة هي روسيا وإيران وأمريكا من أجل توفير حماية نوعا ما يعني هذه المناطق تشهد طبعا تجاوزات وتشهد هناك خروقات أمنية لكن لا يمكن أن نقول بأن هذه المناطق آمنة بـ 100% ولا يمكن أن نقول بأنها غير آمنة أيضا يعني وجهات نظر دخلنا بوجهات النظر الآن عميد أحمد هل تقرأ الموضوع من نفس الزاوية فيما يتعلق باستهداف المدرعة العسكرية التركية في مرة أمس بأن العملية العسكرية التركية شمالية العراق أدت إلى هذا الاستهداف خصوصا أن قصد نفت ولكن هناك فصيل يسمى فصيل تحرير عفرين هو الذي تبنى العمليات لا غرابة في الأمر يعني اليوم أن ننتبه إلى نقطة كثير مهمة أنه طالما خرائط النفوس سابتة طالما أنه مناطق السيطرة شبه محسومة بالنسبة للأطراف لكن لا مصلحة لروسيا اليوم في تخريب العلاقات مع تركيا لا مصلحة لتركيا في تخريب أجواء التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن علينا انطلاق من نقطة غاية في الأهمية أنه كل ما يحصل هذا الأمر يعطينا صورة أنه الاستقرار في منطقة لا يمكن أن يحصل لا يمكن لطرق أن يحصل الاستقرار على حساب بقية الأطراف بمعنى أن ما يحصل في العراق بالتأكيد سيكون له منعكس في شمال شرق سوريا وسيكون له منعكس على الوجود التركي في سوريا ما يحصل من بعض الهجمات على مناطق الجيش الوطني سيكون لها منعكس على نبع السلام وعلى مناطق التواجد الضوء الأخضر الأميركي لدواطن الأطراق باستقصال بعض قادة البكيكي يعني لن يمر مرور الكرام على بقية الأطراف وبالتالي اليوم عم نوصل لقناعة أطلقناها من أكثر من ستة أعوام هذا الجدال وهذا الصراع وهذا التبايل المواقف يجب أن تكون هناك رؤية للجميع تعال يا جماعة اليوم شو مصالح تركيا اليوم تركيا تريد أن لا يكون هناك أي تهديد على حدودها الجنوية هذا حق معطى أيضا الأكراد يريدون أن لا يكون هناك أي تهديد لوجودهم أيضا هذا حق كل القوى الإرهابية الموجودة سواء كانت تحريشها أو البكيكي يجب أن تخرج من سوريا يجب أن يكون المشروع السياسي لكل الأفريقاء هو تحت أجندة الوحدة السورية وتحت أجندة وحدة الجغرافية السورية طالما الشيء متفق عليه ما بين قسد ما بين جيش وطني ما بين الأتراك إذن لماذا لا تكون هناك وحدة موقف سياسي وحدة موقف عسكري المتضرر الأكبر فيها نظام الأسد وإيران وحزب الله والمستفيد الأكبر فيها هم السوريين والأتراك لكن يبقى هناك عدم ثقة ما بين الأمريكا والأتراك ويبقى هناك المخربون إن كان من هيئة تحريش شام أو البكيكي أو ميليشيات إيران أو الخلالة النائمة للنظام في مربعة الأمنية في الحسكة والقامشتي كلما تخرب هذه الأجواء وفي النهاية أنا أعتقد هذا ما سيتم على أرض الواقع توحيد كل القوى الخارجة على مناتق نظام الأسد زيادة في القوى السياسية زيادة في القوى العسكرية زيادة في الحضور الدولي وأضعاف لنظام الأسد مما يمكن أن يؤهل لإنتاج حل وإلا نحن ذاهبون إلى الصراع قد يمتد إلى عشرات سنوات محمد أختم معك بالتعليق أخير حول الموضوع من هو فصيل تحرير عفرين وهل لدى تركيا قناعة بأن قصد فعلا لا تقف وراء الموضوع وأن يد ثالثة هي من تقف ألا وهي حزب العمال الكردستاني يعني التنظيم نسمع به للمرة الأولى لم نسمع به من قبل هذا التنظيم مجهول ليس منها الصعب أن يتم تكليف بعض العناصر بمسميات مختلفة من أجل تنفيذ هذه العمليات مقبل الأطراف التي لها مصلحة بهذا الأمر أنا أتحدث هنا بالفعل تقارب تركي أمريكي ربما يؤسس لبعض الحلول في هذه المناطق خاصة لأن وزير خارجية مولود شوشولو لديه زيارة في النصف الثاني من أشهر المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هناك تأسيس للقاء ربما لاحقا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوان والرئيس الأمريكي جو بايدن هنا نتحدث عن أطراف أخرى تستغل هذه التنظيمات لتشغيلها مثل إيران مثلا إيران الآن لديها يعني انذعاج كبير من الدول الغربية لعدم إتمام الملف النووي والجناح الذي تدعمه في حسب العمال الكردستان في البيكيكي هو الآن الجناح الأقوى فربما يكون هناك تنشيط لدور هؤلاء من أجل تخريب أي تفاهمات ربما تجري بالمستقبل تركيا حريصة على التواصل مع جميع الجهات مع الروسيا الآن يعني اختبرنا ذلك في أوكرانيا نجد أن الدورة التركية مقبولة لدى روسيا وبالتالي يعني ربما ينعكت ذلك بشكل إجابي على الموضوع السوري الآن الأمريكان أيضا يجدون الدورة التركية مقبولة وبالتالي يعني الإجراءات التركية هذه يجب أن نبحث عن من ينزعج منه وبالتالي لا يوجد إلا حزب العمال الكردستاني والأطراف التي تدعمه تركيا في المرحلة المقبلة ستعمل على تعزيز يعني أمن هذه المناطق وحل هذه المشاكل التي فيها وهناك حديث عن ربما توافقات تجري مع الجانب الأمريكي لكن الجانب التركي في هذه المرة سينتظر حتى النهاية لأنه منذ أحد يعني أوباما كانت هناك اتفاقيات لم يتم التزام بها بالجانب الأمريكي هناك عدم ثقة بينها على الأطراف يجب استكشاف الأمور بشكل أفضل ووضع الحلول لهذه الخروقات التي تجري في هذه المنطقة شكرا لك الكاتب الصحفي محمد شيخ يوسف كنت معنا من إسطنبول عبر خدمة سكاي وأشكر جزيلا شكرا كذلك المحل العسكري العميد أحمد رحال كان معنا في السوديو مشاهدين بعد فاصل قصير محور آخر من سوريا اليوم ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة